أحبب حبيبك هون ما فعسى أن يكون بغيظك يوما ما وأبغض بغيظك يوما ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما الله أكبر هذا ميزان ميزان حتى في العلاقات لاحظ كيف الشريعة يعني تسلسل نقوم العقيدة والعبادة والعلم والسلوك أيضا السلوك حتى في قضية المحبة يعني بعض الناس الآن إذا أحب شخص أوصله النجوم وإذا أبغضه خسف به الأرض السابعة هذا غلط هذا ليس منهج الشرعي أحبب حبيبك هون ما باعتدال لا تتعمق لا تبالغ يعني بعض الناس عنده إذا أحب شخص زكاه تزكية تقول هذا من أهل الجنة ثم إذا كرهه بموقف شيطنه والعياذ بالله هذا اختلال في المنهج اختلال في الفهم اختلال في التعامل مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام لذلك هذا الحديث ينبغي أن يكون قاعدة هل كالمتنطعون المتعمقون المتكلفون المبالغون المتشددون في غير مواضع التشديد هؤلاء في خسارة فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للاعتدال والتوسط أنه خير المسلوح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر